إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عاما حسب ما أعلن نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي نشر أشرف زكي صورة لصلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام وعلق عليها قائلا البقاء لله الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه وقد توفي الروح لبعض صراع طويل مع المرض معروف أن آخر أعمال الفنان صلاح السعدني كان مسلسل القاصرات عن 2013 والذي ضرت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي ما زالت تحدث في الصعيد شارك الفنان صلاح السعدني في عدد كبير من الأعمال الفنية منها مسلسل ليالي الحلمية بأجزاؤه نسأل الله العلي القدير له الرحمة أما عن تفاصيل الجنازة فقد كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن موعد تشيع جنازة الفنان الكبير عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحد 6 أكتوبر صلاح السعدني من موليد عام 1943 بمحافظة المنوفية بعد حصوله على السنوية العامة التحق بكلية الزراعة وكان شديد الحب للتمثيل بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجمعة وتمتع صلاح السعدني موهبة كبيرة وقدرة على تقمص الشخصيات وقدم عدد كبير من المسلسلات منها حلم الجنوبي سنوات الشقاء والحب أهل الدنيا شعى من الأمل الناس في كفر عسكر للسروة حسابات أخرى حارة الزعفراني وتعد شخصية العمدة سليمان غانم التي جسدها صلاح السعدني في مسلسل ليلة الحلمية بأجزاءه المختلفة هي الأبرز في مشواره الفني المليء بالشخصيات المميزة فقد ترسخت شخصية العمدة في أزهان الجمهور إنا لله وإنا إليه راجعون دمتم فأمن الله وأمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته